الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للتيور الاراني نكملين لسا مع بعض في دورة تربية الرومي الابيض عشان نوصل لأفضل وزن فيه النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الطريقة الصحيحة ان احنا نغير بيها العلف من حجم الحجم او من نسبة بروتين لنسبة بروتين وهنتكلم برضك عن اضافات الحاجات اللي هنضفها في المياه في خلال الايام دي او هنكمل بيها الدورة بتاعتنا ان شاء الله متنسوش اشتراك القناة واللايك والشير واهم حاجة الصلاة على رسول الله وتابعونا بعد الفصل الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اهلا بكم من جديد الاول بس هجوب على سؤال لاحد المتابعين في نوع العلف اللي هنبدأ به مع الفراخ الرومي بص حضرتك احنا تقريبا لما بنجي نشتري الفراخ ديت ما بنشتريهاش عمر يوم دايما بنشتريه عمر فوق العمر 15 يوم 10 ايام 25 يوم انا شاري الفراخ ديت كان عمر 25 يوم كان وزنات تقريبا 650 جرام او 700 جرام النهاردة ما شاء الله وزنات 2 كيلو تقريبا النهاردة عمرها كده 40 يوم اه العلف احنا ما ينفعش نبدأ بالبادي ليه ما ينفعش نبدأ بالبادي لان العلف البادي بيبقى فيه خرز بتاعته نعمة هتلاقي بيتهدر كتير قوي ومنقار الرومي في الصن 15 يوم ده بيبقى مشاهدله كبير فبيهدر آآ علف كتير البدرة فاحنا بنبدأ معها على طول بالعليقة النام اللي هي بتبقى آآ واحد وعشرين آآ أو عشرين آآ من 18 لعشرين من تنديه من تنينه نبدأ شغالين بيها لحد مثلا ايه عمر ايه 40 يوم يعني النهاردة ان شاء الله عمر اللي 40 يوم هوا هبدأ اغير العلف من نامي للناهي وهقولك النهاردة طريقة الصحيحة ازاي التغيير دي بس ايه اجابة عشان يعني ازاي نبدأ او نبدأ بايه النامي هو افضل علف تقدر تبدأ به مع الفراخ الرومي طيب نيجي النهاردة بقى ازاي الطريقة الصحيحة انها هنغير بقى العلف من نامي لناهي يعني من بروتين 18-20 لبروتين 16 او 18 بصة صيدي الصح ان احنا منفعش نشيل على طول العليقة النامي ونحط عليقة نامي اه ناهي الصح ان احنا نجيب ايه نجيب مثلا ما يقدر بكيلو عليقة اه نامي ونحط نص كيلو عليقة اه ناهي ونخلطهم على بعض ونبدأ نديهم الفراخ لمدة يوم او يومين تمام كده نيجي بعد يومين نحط اه كيلو عليقة اه نامي مع اثنين كيلو مع كيلو الا ربع عليقة ناهي وبردك نخليه يومين ونبدأ برضك اليوم التالت نحط كيلو وكيلو ونخليه برضك يومين يعني في خلال الاسبوع هتكون انت بدأت تخلط من بدأة الاسبوع لاخر الاسبوع هتخلط العليقة النامي مع العليقة الناهي وانت بتعمل كده المفروض برضك هتعمل ايه هتغير في المياه وده شيء مهم جدا هنحط في المياه مضاد سموم ومضاد سموم طبعا احنا مشتغلش باي ادوية كيميائية او بيطارية احنا بنشتغل بكل حاجة طبعية هنستخدم مضاد سموم الخل الابيض هنحط اثنين سنتي خل الابيض لكل لتر مية لمدة اربعة وعشرين ساعة اخد بالك من كلمة لما بقول مدة معينة في الاضافات فيارت تلتزمو بها جماعة لان بعد كده الاضافات دي بتعمل يعني بتقلب من نفع الضرة فانت هتحط اه اتنين سنتي او تلاتة سنتي خل الابيض لكل لتر مية لمدة اربعة وعشرين ساعة الخل هو مضاد سموم طبيعي مطاهر معه كويس جدا يا جماعة ومنشت للطيور طيب اه بعد ما تحط الخل لمدة اربعة وعشرين ساعة تاني يوم على طول هتخسل المسأة كويس وتبدأ تحط مية من غير اي اضافات ودي بردك تاخد بالك منها دايما لما تحط اي اضافات للمية لازم تاني يوم تخسل المسأة وتحط مية من غير اي اضافات لازم تاني يوم على طول ما تسيبشي الاضافات اللي انت هيطها وما تحطش اضافات لمدة اربعة وعشرين ساعة تاني يوم تحط مية بيضة على طول ده بالنسبة للخل طيب اه بالنسبة للعليقة هنرجع تاني ليها هنتمنين طبعا بعد ما نخلص الاسبوع في الخليط بين العليقة دي والعليقة دي ان شاء الله هنبدأ نعمل خلطة كويسة وهي الخلطة دي نستفيد منها ان احنا بنحاول نقل التكلفة بس بردك ما يبقاش على حساب ان احنا نقلل من وزن الفرخ هنعمل ان شاء الله خلطة ان شاء الله هامل لكم الفيديو الجاي عشان بس نبقاش الفيديو طويل على الفاضي هنعمل خلطة ان شاء الله للمرة الجاية بس المهم في الفيديو ده هنعمل زي ما قلتلكم هو المضاد السموم الخل اللي هو 2 سنطي أو 3 سنطي على كل لتر مية لمدة 24 ساعة وندرج في تغيير العلف من نامي لناهي وزي ما قلتلك ابدأ واحدة واحدة عشان الفرخ ما ينفرش من العلف وفي حاجة كمان بعد ما تخلص الخل المية بالخل وتلغيها قلنا نحط مية بيضاء نيجي بعدها كده هنبدأ نحط اضافات تانية في المية ومنها العسل والحلبة وفي كركديه بردك كل ده هنقوله واحدة واحدة بس عشان ايه ما نطولش ان شاء الله الفيديو الجاي هقول لكم الخلطة اللي هنعملها واقول لكم المية اللي هنحطها او الاضافات اللي هنحطها في المية مع الخلطة دي فيديو صغير لكن يعني كان مهم نتمنى انه يفيدكم ويعجبكم شكرا للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة